دكتورة فاتمة أنديل أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك وأنا الحقيقة يعني بحترى أقدم حضرتك أستاذة للأدب ولا ناقدة ولا شعرة ولا روائية ولا كل دول مع بعض كل دول بس شعرة أولاً شعرة طبعاً طبعاً يعني أنا الشعر هو مشواري الحقيقي في الحياة البقي كل النشاطات الأخرى دخلة في علاقتي باللغة أنا يعني شخص بيعيش داخل اللغة فسواء كان كتب نقد أو كتب بيكتبه من المنطلق علاقته باللغة برغبته في توصيل حاجة تجربة ما حتى في النقد يعني ما ظنش أن أنا من الناس اللي نقدوهم ممكن نسميه أكاديمي وإبداعي أكتر فكل النشطات دي متدخلة بس طبعاً أنا أميل أنه للشعر طبعاً للشعر؟ طبعاً الرواية مشهورة جداً الرواية لها قصة بسيطة جداً أنا مقتنع بإني قدامي في الكتابة مائدة واسعة جداً أقدر أختار منها زي ما أنا عايزة حسب تجربتي حسب أنا عايزة أوصل إيه بالزبط أنا الاتجاهي كان للرواية الحقيقة كان لأنه أنا كنت عايزة أكثر صورة أو الصورة النمطية للشعر الشعر شخص عادي بيعيش حياته وعنده مشكله وبيعاني فأنا كنت بس عايزة أقولي يا جماعة والله أنا ما هوش في برج عاجي ولا حاجة هذه هي الحياة اللي إحنا عشناها فكذبت ما هو أشبه بالسيرة الذاتية لأنه كنت عايزة أقول لا في حياة موزية للشعر يعني أحليك بتقولي هي أقرم إلى السيرة الذاتية طبعا فيها كتير السيرة الذاتية لكي لي وفيها طبعا خيال بحكم النوع وبحكم أن أنا بكتب رواية فأنا داخل قاعدة الرواية فبحكم النوبة طبعا عملت شوية خيال في فجوات طبعا في الذاكرة كان لازم أملاها بحاجات متخيلة أحيانا في قواعد الرواية كان في شخصيات لابد أن أنا مدها أكتر أديها أبعادي ممكن ما كانتش في الحقيقة ولا في الواقع بس طبعا يعني في المجمل كانت أقرب لسيرة الذاتية طب هي أقفاص يعني فارغة حتى الاسم يعني له معنى حركته تقصدي بيها هو فيه مشهد في الرواية بسيط جدا عن حد بيجي يضع أقفاصه الفارغة في الجينة بتاعتنا أحد يعني بيبحة وبيه فأنا حسيت أن ده فيه انتهاك لله يعني فيه مشهد في الرواية بيقول هذا الكلام بس الحقيقة هو أنا ما جيت أختار العنوان أنا بتكلم عن الأسرة خاصة الأسرة من الطبقة المتوسطة من بداية الستينيات إلى التسعينيات تقريبا يعني فأنا كنت بقول أنه أحيانا أحيانا بتبقى الأقفاص الفارغة دي هي العلاقات اللي إحنا بنتخيل أنها بتحمينا وبتؤثرنا وأن إحنا ما نقدرش نعيش من غيرها لكن في الحقيقة هي اللي بتنتهك حياتنا وخصصيتنا وعلاقتنا بالعالم الطبعية البريئة التلقائية جدا فأنا بالنسبة لي الأقفاص الفارغة هو انتهاك النمط الصورة اللي ممكن يتصدرها الناس عنك صورة العلاقات صورة العالم الآمن ده اللي الحياة مش موجود مش بالضرورة يكون موجود